وخلال لقاء في البث المباشر من المركز الإشرافي للدائرة الأولى بالمحرق أكدت الدكتورة حورية ديري ممثلة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن المؤسسة تواجدت منذ الصباح الباكر في مراكز الاقتراع واللجان الإشرافية لممارسة دورها الرقابي على الانتخابات كونا فريق عمل من أعضاء مجلس المفوضين في المؤسسة الوطنية والموظفين في الأمانة العامة بالإضافة إلى الموظفين متواجدين في المؤسسة الوطنية في مقر المؤسسة اليوم لتلقي الاتصالات والشكواء المتعلقة بالعملية الانتخابية تواجدنا اليوم منذ الصباح الباكر كما أشارت وفعلا لاحظنا التوافد الكبير على هذا المحفل وعلى المشاركة والناخبين أبدوا حماس والعملية الانتخابية تمر بسلاسة وطلاقة كبيرة جدا جميع الناخبين كانوا متواجدين قبل عملية الاقتراع ينتظرون دخولهم كي يحققوا أو يمارسوا دورهم في الاختيار المرشحين الأمثل لمنطقتهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر